وإحنا بنتكلم على شهر رمضان المبارك وإحنا بنقول اللهم بلغنا رمضان وأيام بفصلنا عن الشهر الكريم ما بتعزش عن اللي خلاها فنانة الكبيرة ستة شريفة فاضل الله يرحمها الله يرحمها ستة شريفة فاضل ظهرت أول مرة زمان سنة 1947 47 في فيلم القلب وعملت فترة صغيرة في الإزاعة مع مين بقى؟ مع بابا شارو ده كان قبل ما تتجوز من الفنان الكبير العظيم المبدع سيد بدير امبرح احنا كنا بنتكلم على مية سنة على الموسيقار محمد الموجي فقدم لها أول أغنية أول أغنية كان اسمها إيه بقى الأغنية دي؟ أمانة ما تصعرني يا بكرة كانت أغنية عاطفية جميلة وتميزت بعد كده ستة شريفة فاضل الله يرحمها يا رب فيه الآلب اللي تقدر تعتبره آلب مصري حقيقي مفعن بالمصرية فتفتحت لها أبواب الشهرة من واسعة اتعاونت مع الملحن الكبير والمجدد المزهل بالمناسبة الله يرحمه مونير مراد قدم لها بقى مجموعة من الأغانية الحلوة زي حرط السقايين فلاح الشيخ مسعود الليل آه من الصبر لو حضرتك تتذكر واشتغلت بعد كده كمان أو اشتغلت قبل كده كمان معه رياض الصنباطي واشتغلت مع العبقري مليك حمدي اشتغلت معه واحد من أروع وأجمل ملحنينة سيد مكاوي وطبعا محمود الشريف في السبعينات عملت أغنيتها العظيمة أم البطل دي كانت من تأليف نبيلة أنديل وألحان موسيقار العبقري علي إسماعيل بعد استشهاد ابنها البطل سيد السيد بدير في حرب الاستنزاف قدمت حفلات غنائية كتير في كتير من البلدان العربية تونس ولبنان والكويت وهلوم مجر شاركت في أفلام زي ما كنا بنتكلم على أغنيت حارط السقايين شاركت في فيلم حارط السقايين وطبعا سلطانة الطرب مونيرة المهدية تل العقارب قدمت مصرحيات غنائية الله يرحمها يا رب ست شريفة فاضل واحدة كانت من أجمل وأعزب وأحلى الأصوات المصرية ف الله يرحمها ألف رحمة ونور تنزل عليها الله يرحمها الله يرحمها رحم الله فنانة رائعة وعظيمة وعزبة وشكلت وجدان لأجيال يمكن يكون من ضمنهم جيل ناس اللي زي حالاتي ونحن على مشارف الخمسين ست شريفة فاضل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر